السلام عليكم ومرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفهام عام أولا قبل البداية شكرا لكم من القلب على تفاعلاتكم مع الفيديوهات وإن شاء الله كما وعدتكم سابقا عند اكتمال 30 ألف مشارك سوف أشارك معكم هدايا خاصة للمتابعين كعربون محبة من قناتكم استفهام عام وكم لاحظا فهناك مجموعة في الفيسبوك خاصة بالمتابعين نقوم بمشاركة تجاربنا فيها وكذلك مساعدة بعضنا البعض لمن يريد الالتحق بالمجموعة سوف أترك لكم رابطها في وصف هذا الفيديو أكبر مشكلة يواجهه الأصدقاء هو إيجاد نيتشات مربحة عليها طلب كبير ومنافسة قليلة ونحن نعلم جيدا أن هذه النيتشات لن يشاركها معك أحد وبالتالي فعليك أخي الكريم من الآن أن تحاول إيجاد طريقتك الخاصة في إيجاد هذه النيتشات والإنفراد بها لذلك في هذا الفيديو إن شاء الله سأريكم طريقة حصرية لإيجاد النيتشات بالاعتماد على هذا الموقع الرائع سيلر أب والذي سيغنيكم عن باقي المواقع والبرامج المدفوعة إذن ركزوا معي إخواني في الشرح وإن شاء الله بعد هذا الفيديو لن تجدوا أي مشكلة في إيجاد النيتشات المربحة إذن إخواني أول شيء أأتي إلى هذه الأداة كيوارد تول ثم أقوم بالدخول بعدها هنا أقوم بتحديد النيتش الذي أريد أن أشتغل عليه مثلا جورنال أو نوتبوك أو لوكبوك أو كولورينبوك أو أي نتش نريد الاشتغال عليه فأنا مثلا أفضل الكولورينبوك إذن سأقوم بكتابة كولورينبوك بعدها أقوم بالبحث هنا سوف تظهر لي العديد من الإحصائيات فأنا سوف أقوم أولا بضبط هذه الإحصائيات لتظهر لي التي سوف أقوم بالاستفادة منها فمثلا أأتي إلى هذه الأيقونة أقوم بالضغط ثم أقوم بإزالة المعاملات التي لا أريد أن أشغل بها مثلا هنا الـ CPC فأنا لا أحتاج الآن إلى حملة إعلانية إذن سأزيلها ثم بعدها هنا أقوم بإزالة مثلا هذه الخانة كذلك إذن الأهم لدي أنا هو هذه الخانة التي تعطيني نسبة البحث على النيتش شهريا ثم هذه الخانة التي تعطيني نسبة أو عدد المبيعات التي يحققها النيتش شهريا إذن الآن أعود بعد الانتهاء من ضبط هذه المعاملات إذن بالنسبة لهذه الخانة حتى نمر عليها فهنا لدي العديد من الإختيارات فمثلا exact فهو يعطيني هذه الكلمة بالضبط جميع الإحصائيات الخاص بها أما إن قمت بإختيار phrase جميع الإحصائيات الخاصة بالجمل التي تحتوي على هاتين الكلمتين إذن أنا سوف أقوم بتحديد all وبالتالي سأقوم بالاستفادة من جميع الجمل والكلمات التي تحتوي على هاتين الكلمتين هنا ما يهمني كما قلت سابقا عدد البحث الشهري على هذه الكلمة وهنا كذلك عدد المبيعات التي يحققها هذا النيتش شهريا وكما تلاحظون هنا لدي الكلمات المفتاحية قوية جدا لكن عليها منفسة رهبة إذن ماذا سأفعل؟ أقوم بإختيار مثلا كلمة مفتاحية أخرى وأقوم بإعادة البحث عليها فكلما تعمقت إلا وظهرت لي ميكرو نيتشات التي تحقق مبيعات جيدة وكذلك عليها منافسة قليلة أقوم بإختيار مثلا هذا النيتش أقوم بالذهب إلى أمازون ثم أقوم بالبحث لأتأكد من هذا النيتش ويتر كالر كالرين بوك تودلر فهذا النيتش خاص بالصباغات المائية مثلا فتقوم بإنشاء كتاب التلوين لكن الصور التي قمت بإضافتها للتلوين فهي تلون بالصباغات المائية وهو نيتش عادي جدا لكن ما يهمنا هنا هو أن نسبة المنافسة على هذا النيتش أربعة آلاف تبدو نسبة منطقية وأهم شيء إخواني بعد الحصول على أي نيتش تأكدوا إخواني من أن هذا النيتش ليس عليه أي حقوق ملكية ولا ترادمارك وبالتالي نحافظ على حسابنا فأهم شيء هو الحفاظ على الحساب لا تنجروا إخواني حول النيتش الملغمة والتي قد تسبب في إغلاق حسابتكم إذن كما قمت بشرح هذا سابقا ليس هناك مشكلة سوف أقوم بالتذكير فعند محاولتي أتأكد من أن هذا النيتش ليست عليه حقوق ملكية ما علي سوى تنشيطه بهذا الشكل ثم أضغطه بالزر الأيمن ثم أقوم بالنزول هنا إلى Productor for Merch by Amazon ثم أقوم باختيار هذه الخانة هنا وأنتظر قليلا هنا يظهر لي بأن هذا النيتش ليس عليه أي حقوق ملكية بالنسبة لألادات التي قمت باستعمالها هي هذه Productor for Merch by Amazon لمن أرادها ما عليك سوى الذهاب إلى جوجل ثم تقوم بكتابة Productor for Merch by Amazon تظهر لي في الخانة الأولى أقوم بالدخول إليها فهي عبارة عن إكستنسون تقومون بتتبتها في جوجل كرون أنا قمت بتتبتها سابقا أنتم تقومون بتتبتها إن كنتم لم تتبتوها سابقا فأقوم كذلك بنسخ هذه الكيورد أو النيتش لأتأكد من أنه ليس بترادمارك أو مركة مسجلة لموسيقى أو أغنية أو فيلم أو ما شابه ذلك إذن هنا كما لاحظتم فهو نيتش عادي إذن يمكنني الاشتغال عليه بكل أمان وضمان لحسابي إذن إخواني لا أريد أن أطير الفيديو فهذه الطريقة التي اتبعت هي الطريقة التي يجب عليكم اتباعها حتى تجدوا نيتش أفضل من هذا فهذا نيتش يمكنكم الاشتغال عليه لكن إن أوجدتم نيتشات أخرى أقل من ألف في الريزولت وهنا تحقق مبيعات شهرية وكذلك نسبة بحث كبيرة فهذا النيتش يكون جيدا للاشتغال عليه ولن تضيعوا وقتكم في إنشاء الكتب الخاصة به لذلك حاولوا البحث أكثر فهذا هو المشكل الخاص بالنيتشات إن أردت نيتش مربح وجيد جدا فعليك أن تقوم بالبحث قليلا وأن تخصص له وقت ساعة أو ساعتين يوميا لتجد نيتشات جميلة تستطيع بها تحقيق أرباح كبيرة فهذا هو الفرق إخواني فيجب عليكم تنظيم الوقت الذي تخصصناه لهذا المجال فمثلا عند بحثكم على النيتشات قوموا بتخصيص نصف ساعة يوميا للبحث عن النيتشات وكذلك ساعة ونصف إلى ساعتين لإنشاء المحتوى وساعة كذلك لإيجاد الكلمات المفتاحية والوصف الخاص بهذه الكتب ولا تنسوا كذلك نصف ساعة أخرى لإنشاء الأغلفة التي سوف تضعونها لكتبكم هكذا تكون لدينا بين ثلاث ساعات وأربع ساعات يوميا نخصصها لهذا المجال هذا بالنسبة للأشخاص لديهم بعض الوقت وأنتم تقومون بتحديد الوقت المناسب لكم إخواني فقط أردت أن أوضح لكم هذه الفكرة فالعديد مننا يشتغلوا بطريقة خاطئة جدا فلا تقوموا بالخلط بين إيجاد نيتشات وإنشاء المحتوى فكل شيء يجب أن يكون لديكم منظم حتى تكون المرضودية أكبر إخواني إذن إن أعجبكم الفيديو إخواني لا تنسوا بالضغط على إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختيها دي أول زائرة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول اشتركوا في القناة